وينضم إليه الآن من كوبنهيجن أولي هانسون رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بانك أولي أهلاً وسهلاً فيك معنا هذا الصباح على البرنامج هناك قلق متزايد من انخفاض أفاق الإنتاج ليس فقط لعام 2022 لكن أيضاً لعام 2023 إلى متى ستبقى معنا تداعيات هذه الفترة من شح الإنتاج بالقهوة؟ شكراً على استضافتي وصباح الخير تبدو الآفاق المستقبلية مزعجة لمنتج القهوة لأن هناك الوضع المناخي هذا العام فكما قلتم في التقرير كنا أمام أسوأ جفاف 90 عاماً في البرازيل وفي الآودة الأخيرة كانت هناك ظروف الصقيع وكما قلتم هذا الأمر يؤثر على محصول العام المقبل فدائماً هناك محصولان وبالتالي قد نكون أمام أثر لفترة أطول الصقيع مقلق لكن الجفاف مقلق أكثر أنت ذكرت أننا في 2023 هذا الأمر يمكن أن يحصل وإذا تم تلف شتلات القهوة بسبب هذا الجليد وغيره هذا يعني بأنه بدك تزرع من الأول وإلى أن تستطيع هذه الشتل الجديدة أن تعطي محصولها يعني تأخير أو زيادة بشح توريد القهوة إلى العالم وبالتالي زيادة بارتفاع الأسعار هذا صحيح هناك أمر آخر مهم أيضاً وهو أن هذا التباطئ في الإمدادات أو التراجع فيها يحصل في وقت نشهد فيه تعافية من الجائحة والطلب من المطاعم والمقاهي كان يتعافى لذلك حصل هذا العجز وهذا العجز يمكن أن يصبح أكبر وأن يستمر لأكثر من عام في العام 2014 حصل عجز في الإمدادات وارتفعت الأسعار فوق الدولارين ثم عادت إلى مدونة دولار وهناك إشارات تدل على أن هذا الارتفاع في أسعار القاوة حالياً سيستمر لفترة أطول الشيء الوحيد الذي قد يخفف من أثر ارتفاع الأسعار هو أن هذا الأمر قد يؤدي إلى زيادة الانتاج في مناطق أخرى خارج البرازيل وأيضاً هناك طلب على نوع آخر غير أرابيكا من القهوة وبالتالي المناطق الجغرافية المستفيدة أو الدول الأخرى المستفيدة ستكون من؟ فييتنام ومن غيرها؟ في أمريكا الجنوبية هناك كولومبيا وهي منتج أساسي وخلافاً لذلك أنت على حق فييتنام هي منتج أساسي لروباستا وهناك أيضاً إنتاج لهذا النوع من القواف في مناطق أخرى والفارق بين أسعار روباستا في العقود الأجلة في لندن وأسعار أرابيكا في نيويورك الفارق هو عنده على مساوى في سبع سنوات إذن هناك حسم كبير إذا اشتريت روباستا وهذا الأمر قد يشتزب بعض الزيادة في الطلب على هذا النوع من حبوب القهوة نحن اليوم نتحدث عن سلاسل التوريدة نتحدث عن سلاسل بالإجمال فهذا الشح بالإنتاج لابد أنه أيضاً سيكون له تداعيات على الصناعة ككل وما يصل إلى التجزئة أصحاب المقاهي الصغار الآن يعانون طبعاً من هذا الارتفاع بالأسعار بالنسبة 50% إلى 60% يمكن ماذا عن الأكبر؟ هل تتوقع أن يبدأ مثلاً ستاربكس ومحال الأهواء المنتجين الأهواء على هذا المستوى الضخم أن يشعروا بهذه الارتفاعات وبالتالي أن يقوموا بتغيير أسعارهم كذلك إلى المستهلك بالنسبة للمقاهي سلاسل المقاهي تكلفت القهوة المستعملة في صنع كوب القهوة صغير وبالتالي حتى لو تضاعف سعر القهوة بالنسبة لستاربكس التي تشربين كوب القهوة منها فإن الجزء الخاص بسعر القهوة منخفض نسبياً لكن بالتأكيد هي سوف تدافع عنها وليس أرباحها وإذا شعرت أنها قادرة على زيادة الأسعار فهي سوف تزيد الأسعار كما حصل في صلاع أخرى وأنت ذكرت أيضاً موضوع سلسلة التوريد انظري إلى أسعار الصلاع الأخرى هناك ارتفاع فيها بسبب القيود وهناك أيضاً حاويات منتشرة بشكل خاطئ والأمر يؤثر على مختلف السلع أولي هانسن شكراً جزيلاً لك